نظمت رابطة الفنادق في كربلاء المقدسة وقفة احتجاجية للمطالبة بتخفيض الضرائب وديون المترتبة على أصحاب الفنادق خلال تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا كما طلبت بفتح الحدود وعودة انتعاش قطاع السياحة بعد الحاق جائحة كورونا خسائر مادية كبيرة بقطاع السياحة الدينية في كربلاء المقدسة نظمت رابطة الفنادق وقفة احتجاجية للمطالبة بتخفيض إجور الكهرباء والماء والضرائب التي زادت من خسائرهم نحن نتمنى على رئيس الوزراء وعلى خلية الأزمة النظر لأصحاب المرافق السياحية وما أصابهم من كساد في الإيرادات الخاصة بالفنادق وقفتنا اليوم هي نطالب إعفاب الرسوم تعويض عما فاتنا هذا احنا اكثر من سنة ونصف احنا متعطلين عن العمل هذا القطاع عانى من اهمال كبير وفقدان الخطة الستراتيجية وآخرها قرارات خلية الأزمة مئات الفنادق السياحية سرحت عامليها بعد اغلاق أبوابها بقرارات من خلية الأزمة من عكس سلبا على الوقع السياحي في المحافظة اذ ناشد اصحابها الجهات المعنية بفتح الحدود خلال زيارة الاربعين لانعاش السياحة من جديد نطالب السيد الكالومي من خلال هذا المنبر من خلال القناة العراقية ان يدخل بشكل مباشر وان يعيد النظر في هذا الموضوع وحقيقة نريد ما عنده ان يفتح الحدود مطالبنا الرئيسية انه يخففون او يوقفون الجبايات والرسوم عن اصحاب الفنادق لان صار حيصير سنة تقريبا بدون اي زائر خسائر مادية كبيرة مني بها اصحاب الفنادق جراء ازمة كورونا فأتت فواتير الضرائب لتطق لكاهلهم ما دفعهم لمطالبة الحكومة المركزية باتخاذ اجراءات سريعة لتنقذ السياحة في المحافظة من كربلاء المقدسة حسن المحنة العراقية الاخبارية